نعم سيدة ناسنا تحدث عن طريقة لربما معالجة هذه القضية مجتمعيا وهذا ما تحدثت به الآن غالبا ما يتم معالجتها من خلال لربما بين عائلة الضحية والجاني ولا يتم الذهاب باتجاه إجراءات قانونية هذا إذا في حال تم التبليغ من قبل الضحية عن هذا الاعتداء أو هذا الأمر أهمية الذهاب باتجاه القنوات القانونية بالتحديد المشكلة المهمة عندنا لازم نعكدها على اقتصاب البنات سنجد اقتصاب الأولاد على جهة لكن اقتصاب البنات عندنا نص قانوني بالعراق نص بالقانون العراقي بالقانون العقوبات العراقي يقول إنه إذا المجرم عرض الزواج على الضحية تسقط عن التهمة وهي طبعا إذا وافقت شنو يعني إذا وافقت وإحنا مجتمع عشائر ونعرف كل جزي أنه هي راح تتم إجبارها على موافقة على الزواج ليما راح تتاخذ القرار بإرادتها زينا إحنا عندنا نص قانوني يسمح بإسقاط التهمة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته الرادع وين الرادع وين الرادع القانوني وين إحنا ما عندنا رادع قانوني فرضا إذا وصلت البنت إنه هي وأهلها كانوا من ناس من عائلة واعية وقرروا ذهب إلى المحكمة وليس الزواج وإنما ذهب إلى المحكمة هل راح يتم إعدام هذا المغتصب إحنا عندنا نص قانوني لا يعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم أو عقوبة مشددة إلا إذا كانت الضحية تملك غشاء بكارة أو كانت أقل من 18 سنة أو يكون من المحارم يلا تعتبر جريمة الاغتصاب مشددة طيب إذا كانت متجاوزة ل 18 سنة ومطلقة أو أرملة ما يكون عقوبة مشددة ما يعتبر جريمة الاغتصاب لا تعتبر جريمة ويتحاسب عليها بعقوبة مشددة إذن إلى مدى سيدة إناس من المفروض أن تكون التشريعات اليوم منسجمة لربما وملبئة لتكون رادع وللحد من هذه الظاهرة هنا نتحدث عن دور السلطة التشريعية في ذلك بالوقت الحالي وبعد الانفيلات الأخلاقي اللي حاليا نصاير بالمجتمع العراقي أقوح حال واحد المغتصب يعدم عقوبة إعدام للمغتصب هذه العقوبة الوحيدة اللي ممكن راح تسوي رادع داخل المجتمع العراقي بالذات أنه إحنا عدنا المؤسسة الدينية حاليا بالعراق جدا قوية المؤسسة الدينية بيها كثير من الروايات طبعا ما لها علاقة بالقرآن ولا بدين الإسلام لكن هي مرويات يعتمدوها كثير من عدها تحرض على العنف على الاغتصاب إذا في وقت الحرب المرأة الغير مسلمة حلال اغتصابها عدنا ممارسة الجنس مع الأطفال بعد لثمان سنوات عند السنة وعند المذهب الشيعي سنوات هم يحللون الزواج من عدها إذا نحن عدنا مؤسسة دينية دا تقول وتتثقف هذا الشعب على أنه الممارسة الجنسية مع الأطفال هو في شيء مسموح بس بإطار الزواج زين إذا أنا أجيب هذا المجتمع كله وأثقف بهذه الطريقة أنه أنت مسموح لك أنه تمارس الجنس مع الأطفال تحت مسمى الزواج وأهدهم بالشارة وخليهم أصلاً هم يفقون دائماً نعم